منذ عام 2013 مرت ثلاث مراحل لبرنامج تحسين جودة التعليم الأساسي في شاد المعروف اختصارا بالبروكيب والذي يموله التعاون السويسري وتنفذه منظمة أطفال العالم بالنظر إلى هذه النجاحات قرر المانحون وبالتحديد التعاون السويسري ووكالة التنمية الفرنسية تمديد فترة هذا البرنامج المرحلة الرابعة التي على وشك البديه بحسب بوبكر بوكم مدير برنامج أطفال العالم المسؤول عن تنفيذ مشروع البروكيب فإن المشروع سيحافظ على نفس مناطق التدخل وهي البطحاء شارئ الأوسط مندول ووادي فيرة أما ممثل الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون سامويل روش يعتبر إنجازات المرحلة الثالثة من البرنامج في البطحاء الناجحة ولدى إطلاق المرحلة الرابعة من مشروع البروكيب قال حاكم بلاية البطحاء جمتة بندرقون إنه يأمل أن تعزز المرحلة الرابعة الإنجازات الحالية وتساهم في تعزيز جودة التعليم يحدث برنامج تحسين جودة التعليم الأساسي في شاد إلى منح الفرصة للأطفال والشباب والكبار للحصول على تعليم أساسي جيد رسمي وغير رسمي ويكون فعالا ومتكيفا مع احتياجاتهم الاجتماعية السياق الاجتماعي واللغوي وثقافي